خلال فترة تعيني الكابتن أحمد حسان ميدو خلال مؤتمر الصحفي قال أنا هصعد بمصر المؤثر كاسع عامل أندية الفرقة كان بتصارع الهبوط عايز أقول لك الحاجة برضو من المدربين الكويسين اللي اشتغلت معهم حقيقة يعني الكابتن أحمد حسان ميدو هو طبعا كان معاه مدرب أحمل فرنسي اسمه جريج وتاو ده برضو فرنسي من أصل تونسي أولا دخلوا أجهزة حديثة معنا ومستمرين بها لحد الوقت يعني برضو أضافو لنا يعني كنت أنا أقول لكابتن ميدو دايما أنت فكرك أعلى من اللاعبين الموجودين يعني كابتن ميدو سابسو النتائج إيه أنا أقول لك أنا أقول لك على حاجة أقول لحياتك وفكره أعلى من اللاعبين يعني في ميدو ده لو بيضرب في أوروبا هينجح نتائجه مع الزماني كان كويسة ما كنت شو عشي على فكرة يعني أو مثلا نادي يكون عنده إمكانيات عالي يجيب مجموعة من اللاعبين اللي هي لكن هي طبعا ممكن برضو كانش محظوظا إن كنا نبتدينا برضو في العصر المادي المكسة في آخر إيامها ما كانتش برضو إيه بنفس المستوى يعني المستوى المادي يعني